من دون توضيح أسباب الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل رئيسة الحكومة نجلاء بودن الرئاسة التونسية قالت في بيان لها إن سعيد قرر إنهاء مهام بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها وشدد سعيد خلال استقباله الحشاني على أن الدولة التونسية لابد أن تستمر موحدة موجها رئيس الحكومة المكلف بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وليتذكر هذا الكثيرون أن الدولة التونسية دولة واحدة ولابد من الحفاظ عليها ولابد من الحفاظ على وطننا ولابد من الاستجابة لمطالب شعبنا من جانبه تعهد أحمد الحشاني خلال آدائه اليمين الدستورية كرئيس الحكومة باحترام الدستور أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفانن لأقوم بالواجب الوطن المقدس لأطلع على خيري وجه بمسؤوليتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها كانت دعوات قد صدرت من أحزاب مساندة لمصار الخمس والعشرين من يوليو إلى جانب منظمات من بينها التحير الشغل للمطالبة برحيل حكومة بودن على خلفية فشالها في التعاطي مع مختلف الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهتها البلاد وتعيش تونس أزمة مالية غير مسبوقة وسط تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرد بقيمة مليار وتسعمائة مليون دولار ودعمت حكومة بودن التي كان قد عينها سعيد قبل نحو عامين مرنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرد صندوق النقد الدولي لكن سعيد رفض أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة وقائلا إن القيام بذلك قد يتسبب في توترات اجتماعية حادة ترجمة نانسي قنقر